سبحان الله وبحمده سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في معلومات صحية ومفيدة وضوعنا اليوم هو عن خطورة تجميد الخبز في الثلاجة يحذر الكثير من خبراء التغذية حول العالم من وضع الخبز في الثلاجة أو في الفريزر ثم تناوله لاحقاً يكمن السر وراء ذلك في التحذير من تعقيدات دورة حياة الخبز يكمن السر وراء هذا التحذير في تعقيدات دورة حياة الخبز فهو ينتج ساخنة في البداية ثم يبرد والذي يحدث هو أن النشويات الموجودة في الخبز يعاد تركيب جزيئاتها في ظل السخون الشديدة في عملية الخبز وعندما يبرد الخبز تعود هذه الجزيئات إلى ترتيبها الأصلي وهو الأمر الذي يحول الخبز تدريجياً إلى مرحلة الصلابة وفقدان النظارة ثم تعفن أما عند وضع الخبز في الثلاجة فكل ما يحدث هنا هو أنك تسرع وطيرة هذه العملية أي إعادة ترتيب جزيئات النشأ كما في وضعها الأصلي مما يسرع تحول الخبز إلى مرحلة فقدان النظارة ثم تعفن في حال الحاجة الضرورية لتخزين الخبز ينصح الخبراء بوضعه في وعاء محكم الغلب أو لفه في كيس بلاستيك بعناية ثم وضعه في فريزر الثلاجة لتجميده وعند الحاجة إليه ينصح بتركه فترة قليلة حتى ذوبان الثلج منه تماماً ثم يمكن إعادة تسخينه وتناوله مرة أخرى إن الخبز هو المادة التي وحدت بين البشر غذائياً فاتخذتها شعوب الأرض نوعاً من أنواع الغذاء وأجمعت عليه وهو خبز البر إنه من أجود أنواع الخبز والخبز الكثير النخالة هو الأفيض للجسم والأسرع هضماً وفائدته تكمن في احتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة غذائياً والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم وأفضل الخبز ماء كلا يوم خبزه كلما زادت مادة اللب الموجودة بالخبز صعب هضمه على المعيدة لعدم وجود الخمائر الذائبة الموجودة عادة بالنخالة وعند تحليل الخبز وجد أن المائة جرام منه تحتوي على خمسين جرام النشاء والسكر وحوالي ثماني جرام بروتين واثنين جرام دهون وسبعة وثلاثين ميلي جرام كالسيوم وواحد فاصل خمسة ميلي جرام حديد وألياف هذه النسبة للخبز الأبيض أما الخبز الأسمر فيحتوي على مائة ميلي جرام ألياف والنخالة تحتوي على ثلاثمية ميلي جرام وقد ثبت بأن الخبز الجاف أسهل هضماً بالمعيدة من الخبز الطازج لخلوه من الماء ينصح بعدم شرب الماء أثناء أكل وجبة يكثر بها الخبز لأن الماء يزيد من حجم مادة النشاء وتسبب عسر هضم وغازات بالمعيدة بتحليل الخبز وجد أن المائة جرام منه تحتوي على خمسة ميلي جرام من الحديد ومن الكالسيوم 44 ميلي جرام ومن المغانيزيوم 170 ميلي جرام ومن الصوديوم 106 ميلي جرام ومن الفوسفور 469 ميلي جرام والحقيقة الثابتة من كل ذلك هو أن الخبز المصنوع من البر الغير منزوع القشر هو الأفيض والأصلح أتمنى أن تكون المعلومات قد أعجبتكم وستفدتم منه انشروها لتعمل فائدة الجميع بكرا لإصلاعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعمل الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا